أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع والسفارة المصرية في سويسرا مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية ماري مجدي أحمد الطفيل والتي عثر على جثمانها أمس ملقى بنهر راين بالقرب من إحدى بلدات كانتون زيوريخ السويسرية هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة مؤكدة على استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملبسات القضية وعن شخصية الجاني